صباح لحضراتكم مرة تانية في صباح الخيرية مصر وزي ما احنا قلنا لحضراتكم من بداية الحلقة فقراتنا النهاردة تكون فقرات استثنائية في حلقة استثنائية بنتكلم فيها على طلاب الثانوية العامة في السنوات الماضية وقوائل الثانوية العامة تحديدا ووصلوا لإيه وإيه اللي حقولا في ناس ممكن بتختلف على نظرية الثانوية العامة مش نهاية الطريق مش نهاية تحقيق نجاحات في المستقبل لكن في الحقيقة يعني عاوز أقول لكم أن النظرية دي هي نظرية سليمة مليون في المية لأن النظرية دي فرضت نفسها وأصبحت واقع الواقع ده يعني بيفرض نفسه في الحياة العملية تحديدا وموجود وملموس في المجتمع وفي تجارب كتيرة يمكن واضحة ويملموسة في حياتنا دلوقتي يا جمانة للنظرية دي صحيح أحمد يمكن ده كان السبب الحقيقة النهاردة اللي خلانا نقدم لكم واقع حقيقي لهذه النظرية من خلال نماذج مصرية إيجابية النماذج دي قدرت أنها بالرغم من أنها أخفقت في الثروية العامة نوعا ما لكنها قدرت أنها تصنع نجاح والتفوق العملي في حياة حقيقة وانا يمكن الحياة يعني مش هقول إنها أخفقت لكن هقول إن هما قدروا إن هما يحققوا نجاحهم بشكل آخر أو بطريقة مختلفة عن اللي إحنا حافظين وخلين راح عبدالباسي بالدكتورة يومنا الحصري محاضر لغويات بكلية الأداة بجامعة الإسكندرية وأحمد الراوي ديجيتل ماركتينج تيم ليدر وكان من دفعة الثانوية العامة سنة 2019 صباح الخير عليكم نورينا في صباح الخير يا مصر صباح النور صباح الخير يا أحمد صباح الخير يا مصر صباح النور عملت كده ما فيه يمكن من المية واربعتاشر مليون ولا المية وعشر مليون فيه خلينا نقول لو السنوية العامة عشرين مليون في عشرة مليون بيعملوا كده إيه اللي خلكوا تفكروا الاختلاف المختلف ده التفكير المختلف ده فالدل أحمد هو أنا بالنسبة لك أحمد أنا بشوف إن فكرة إن أنا أحصر مجالي كله أو أحصر سنين عمري كلها ففكرة سنة واحدة من حياتي فده حاجة بتظلمني وبتظلم مهارتي أصلا ففكرة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعمر أمتي بين الستين والسبعين فأنا وانا عندي ستاشر أو سبعتاشر أو أين كان سني وأنا في السنوية العامة أبدأ أقول إن السنة دي أنا لو ما جبتش فيها مجموعة فأنا خلاص باقي عمري اللي هو حوالي تلتين وأكتر عمري خلاص كده أنا مش هقدر أجيب في حاجة فأنا كده ظلمت نفسي زي بالضبط كده اللي هو شربت بقق ميا وحكمت على بقية الإزازة إنها وحشة فدي مش حاجة صح أنا يمكن في السنوية العامة كنت مضارة كعب كوباية كأتقر دي كله هو بصرح شعر على الجامل وكنت أحابب إن أنا أطلع من أوائل السنوية العامة وأحل بقى بالتلاتين واربعين كتاب والحاجات دي كنت أعلم يا لو وكده كده أنا بالنسبة لي كده كده داخل كلية طبية لقيت نفسي جابت 93% فأنا طلعتش من الأوائل وملحقتش كلية طبية بس بعدها خدت عهد على نفسي فعلا اللي هو أنت ممكن تكون فشلت في مرحلة ما أو ما حققتش اللي أنا عايزه بس ممكن حقق حاجات تانية في باقي عمر وأنها فعلا لسة صغيرة فيها حاجات كتير ممكن نعملها ما ده تشوف الدنيا بنظرة تانية مش بنظرش تسنوية العامة بس في حاجات ممكن نعملها في الجامعة ده في مجالات تانية ده في حاجة اسمها تسويق فبدأت تتعلم حاجات أكتر فده بالنسبة لي الفكرة بتهتسنوية العامة والموطر اللي ممكن نبدأ به طيب يومنا كمان أنت قصتك مختلفة شوية كنتي في تانية سنوية كنتي بتزكي قوي 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 وما جبتيش المجموعة اللي كنتي متوقعة أن أنت هتقداري تحققي لما جالك الخبر ده وأنا على فكرة هدوم صوتي تصوتي أنا حصل بها نفس الموقف أنا ممكن تانية سنوية برضو يعني ما جبت مجموعة مش وحش ولكن مش اللي أنا كنت متوقعة وصاحتها نهرت وكانت قصة كده كبيرة عايزة عرف أنت تقبلت أو استقبلت النتيجة دي زي وعملت إيه بعد كده هو أنا طبعا علشان قديمة شوية فمش 2019 خالص يعني كان وقتها السنوية العامة متقسمة على سنتين تانية سنوي تالت سنوي فأنا أنت دوفت كم 2006 سنوية عامة فأول لما جاي لي خبر طبعا من تانية سنوي أنا طبعا كنت رسمة أمال وطموحات أن أنا كنفسي جدا أدخل اقتصاد وعلوم سياسية لأن أنا كان حلمي أن أنا أسافر وألف العالم وكان نفسي جدا أبقى أسافر الحقيقة بس أول لما عرفت الخبر كنت وقتها جايبة تقريبا 83% حاجة كده يعني طبعا ده كان مجموعة بالنسبة لوقتها كان قليل ما يدخلنيش اقتصاد وعلوم سياسية وكنت أدبي فطبعا أحبطت جدا وانهيار بقى فضيع لأن أنا كنت عاملة حسابي أن أنا دفنت لي في حاجات معينة هقفلها يعني فطبعا كنت مصدومة بس كررت أن أنا يعني هغير المسار قلت أشوف أقرب حاجة لأقتصاد وعلوم سياسية فقلت ممكن أدخل حقوق إنجلش لأنني بحب الدراسة دي نفسها فالحقيقة أن أنا في ثالثة سنة ويقلت خلاص أنا كده كده مش مشكلة هدخل الحقوق فعادي يعني ههون على نفسي شوية ومش هضغط نفسي ذكرت والحقيقة أن أنا جايبت مجموعة أعلى ده نفس اللي حصل معي برده ، فأ Roma فعادي في الأخير المفر embl takiego عايزة أدخل حقوق إجلش لكن مكنتش متخيلة الحقيقة او من أشاهد نفسي أوق键 أنا حبق فين بعد كده فالحقيقة والدي وجهني أن أنا أدخل أداة في الإنجلش قال لي جرمي بدخلي أداة في الإنجلش أنا شايفك بيها أوق في الأول كنت معطاق ده الحقيقة بعدين قلت خلاص هاخد التجربة مفيش مشكلة فلما دخلت الحقيقة كانت تجربة اكتر من رائعة لان ادب انجلش فعلا 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 مجالتها واسعة جدا جدا ولانا كنت يعني فكراك كنت فكرة ان انا لازم اتخرج فاشتغل بقى مدرسة وكده بس الحقيقة الموضوع كان مختلف تماما بقى فيه صورة نماطية عن بعض الكليات والتخصصات احنا متخلين كلية ادب يعني لازم يطلع مدرس بحفظين ده بس ده مش الحقيقة يعني ده مش الحقيقة ابدا ابدا بالعكس يمكن نفس الحلم والطموح اتغير عن دحمد من دكتور لكلية تجارة قدرت اتحقق ناجحات ازاي في كلية تجارة وازاي قدرت اللي انت تبص لها بصة مختلفة وليه ما دخلتش كلية تاني يعني انت برضو كان مجموعة كبيرة احنا بلكل 93% اعتقد كان لك اكتر من كلية تقدر تدخلها ليه قدرت تجارة تحديدا عشان تكون نقطة بداية حقيقية للتحاول في حياتك انا وقت النتيجة انا مخترتش كلية تجارة اللي هو عن حب انا كنت قاعد مع اختي واختي قلت ليها تخش الجارة جوز هرد عليها وعلها تجارة انجليزية فقلت لهم واسم بس كده بس كده ده الموضوع سهل الموضوع كانت بس بالي سهل لانا ساعتها اللي هو خلاص مش هخش كلية تبقية انا مش هاري معاي اخش فيها اه خلاص كنت يأس يعني خلاص اي حاجة بقى اروحها هتقولي اي حاجة انا داخل لو انا بالنسبة لي عايز اروح الجامعة وتبقى جامعة تقارع عشان تبقى جام بيتي يعني مش اي جامعة بعيدة فقلت مختار اي جامعة بس سبق الان اصلاح مها بايزة يعني فقلت مش يبقى موصلات وان انا اخش كلها مش عايزة هلو فدخلت الجامعة اتو بيه اونست برضو اول كم اسبوع واول كم يوم محاس مش مكاني الدكاترة بتشرح بالانجليزي وانا كنت سنوية عم عربي فهمش فهم حاجة مش حاسس ان انا قادر اتأقلم في المجال طب احول طب احول هاخش كلية ايه بالصدفة صديق لي قالي ده فيه انشطة طلابية ادخلت نشاط طلابي انا مش فهم اهاқ اا حوالي انا exist او احد صاحبي اختي قاليت لك دخلدخلت واحد صاحبي قال لك في نشاط طلاب يدخل ت تبغاني كل ناس كان بايزة ساعدك يعني مززه ل oxid اه حمد الاخير انا ام Karma انا انته هو حرفين امو جي بوحا الصباح أنتوا عايزين نروح فين؟ أنا أروح معاهم. بس دخلت كان تقريباً أن أنا كنت في كمتي بمسؤولة أننا نشرح لناس موالتنج وكده. وأنا كنت فاكرة أن التسويق هو حد شان شانتة جلد والتسويق هو المبيعات وهو ده كل حاجة. بس أنا هبشاء شانتة جلد وهيبع عندي تيم مبيعات فأنا كده مور كتير جامل جداً. ده كان مخايلتي عن التسويق. دخلت بدأت أخد سيشنز عن الموضوع ومرة واحدة لقيت أن المكان نفسه ماشي يعني الهدز اللي فوقية والرؤساء والفايس وباقي الناس اللي معاه ماشيوا وفرحوا أختي بعدها بيوم ومطلوب مني أن أنا أشرح محاضرة لحوالي 100 فرد عن التسويق. وأنا لا عندي ولا بريزنتيشن سكيلز أنا ولا عندي سوفت سكيلز ولا عندي أي حاجة تانية وفرحوا أختي بعدها بيوم وهم بيقولولي كمان 12 ساعة هتقدم محاضرة وأنا مش جاهز لحاجة زي كده كلمت كذا حد من الستركتورز بتوعي أقول لك أنا أربعة سلايد أعملت أربعة سلايد ده إنجهز ده إنجهز أحمد كنت بتكلم على بريزنتيشن خطيرة أربعة سلايد أربعة سلايد يعني أعيز أقول لك أنا لغاية النهاردة يمكن حتى قبل المحاضرة قبل التوك اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة هفتحت الأربعة باوربوينت أعطت تفرج عليه لو أنا عملت ده من حوالي أربعة خمس سنين وبدأت أبص عليهم أما كانش عندي حرفين أي سكيلز أنا دخلت لقيت توتوريال إزاي تتعلم باوربوينت في خمس دقايق دخلت تفرجت عليه عشان عارف أعمل سلايد إزاي قدر أعمل بريزنتيشن وإفتق قدام المراية أنا ما كانش عندي سكيلز بس ما كانش عندي المهارات دي يعني كانش عندي أي حاجة هما حرفين كلموني قالوا لي ما فيش حد غيرك إيش رح محاضرة بك وأنا عندي فرحة في النشاط الجميع اللي انت دخل وأنا أصلا دخل حتى يمكن ساعتها المحاضرة دي شرحتها في نص ساعة ومشيت بس تخيل بقى أربع خمس سنين أنت دلوقتي بيخرج من تحت إيدك متدربين يعني بأربع خمس سنين الباوربوينت كان فورسلايدز عشان واحد صاحبك قال لك يدخل دي خصة ثانية بقى خالص دلوقتي نهاردة بقى بيطلع كامل الباوربوينت نهاردة لا حاجة وثلاثين أول ساشة أول ساشة ماشاء الله هروح بقى الدكتورة يومنا برضو يعني انت كمان ما شاء الله دلوقتي دكتورة بتحضر طلاب وفكرة انت كمان مش بس بتعلمي طلاب مصريين انت كمان عندك كورسز يعني كنت بتدي كورسز كمان للأجانب بصدفت كده هو الحقيقة يعني ما كانش أول إخفاقات الحقيقة في السنوية العامة يعني ما كانش نهاية المطاف وأنا في كلية أول سنة تلعت من أول الدفعة تاني سنة سقط الحقيقة إذا إلا حصل مش عارفة إلا حصل بالضبط بس يعني يمكن السيستم كان مختلف شوية يمكن ما كنتش عارفة أتأقلم قوي مع الوضع بس إلا حصل أن أنا قررت أن أنا ما استسلمش عند النقطة دي أنا الحقيقة أنا ونفتانية كلية السنة اللي أنا وقعت فيها أشتغلت فيها روحت مكتب سكندرية وكنت متطوعة في مكتب سكندرية تور جايد مشهدة سياحية في مكتبها وعملت حاجات كتير جدا واشتغلت بمقابل مادي أزا ريسيرتر في باحثة وبعد كل ده يعني الحقيقة أنا كان نفسي جدا أدرس في الجامعة بس طبعا ده كان صعب جدا بس يعني ما وقفتش عند النقطة دي برضو قررت أن أنا بعدها أن أنا أكمل درومة وعملت ماسترز في الـ Applied Linguistics بيكون فيه رسالة بالنسبة لكم بواكو بتقدروا لأنتوا تطلعوا تاني منها سريعا جدا في عشر سنين لكل واحد فيكو لو هتقولوا رسالة للطلاب في الثانوية عامة اللي بيكتبوا رغباتهم دي الوقت هتقولوا لهم ما فيش حاجة اسمها كليات قمة في حاجة اسمها لائي شغفك دور على شغفك ولقيه وحتوصل لقمة أكيد أكيد إن شاء الله أحمد بالنسبة لي سوقف ترتيبات ربنا وإن مش سنة واحدة هتحدد 40-50 سنة جايين من حياتك ولما تدخل مرحلة جديدة حاولت بص دائما على بعدها فأنا يمكن أكتر مقولة بقولها لأي حد بيسألني أن أنت تعتبق نفسك خريج من أول يوم في الجامعة أنا ما كنتش متخيل إن أنا حالياً هتشغل في شركة سويدية بر مصر وأنا قاعد في مصر وكش متخال إن أنا هباديشة المارتنج تيمليدر وأنا عامل باوربوينت أربعة سلايد فإن أنت تعتبر نفسك خريج من أول يوم في الجامعة أعتقد دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن أقدر أنصح حد بيها والحاجة الوحيدة اللي أقدر أقول لأي حد ما كاني إن هو يعمل ده أن أنت ما تفكرش في أي حاجة أي إن كان الموقف اللي حصل سواء إيجابي أو سالي كل الموقف زي ما هو قدامك من غير ما يبقى فيه أي إحباط وما فيه حاجة في الدنيا تبقى آخر الدنيا فيش أي ظرفة وآخر الدنيا بشكرك طبعاً شكراً جزيلاً بشكر دكتور يومنا الحسني محاضر لغويات بكلية الأداب جبعة الإسكندرية أيضاً أحمد الراوي نورتونا في صباح الخير يا مصر شكراً نورتونا